بالنسبة للتقويم أولا أن ننطلق من منطلق تاريخي وأن التقويم هو عبارة عن علم تراكمي أو مجموعة خبرات تراكمية لأن التقويم بدأ منذ ربعلاف سنة قبل الميلاد أو أكثر التقويم المصري القديم ثم بعد ذلك جاءت عدة تقويمات عبر التاريخ التقويم اليولياني، التقويم الجريغوري، التقويم الفارسي التقويم الهندي، التقويم السبأ اليمني عدة تقويم جميل والتقويم الروماني، التقويم الميلادي هذا اللي نعمل به الآن وقويم الهجري نحن كمسلمين أيضا لا، سأخصصوا لماذا التقويم الهجري في حديث خاص لأن كل التقويم هذه عبارة عن تراكمية من بعضها البعث كل واحد يضيف شيء نعطيك مثال وهذا يدل دليل قطع على أن كل التقويم انطلقت من الأرض ومن التجريب ومن الزراعة نعم وأبدالك لأن التقويم اليولياني والتقويم الروماني القديم كان عندهم، مثلا أعطيك مثال في التقويم الروماني كان عندهم التقويم ينطلق من العام يبدأ من شهر مارس وهنا لا جدالة ولا نقاشة في أن اختيار شهر مارس هو للفلح نعم ثم كان عندهم العام ثلاثمية واربعة أيام وكان عندهم العام عشر أشهر نعم يبدأ من مارس ثم يمشي بالعدد مارس الثاني يسموه الثالث الرابع ثم لما يجوه في سبتمبر سموه سبتمبر وكتوبر ونوفمبر لأن أصلها روماني صح الآن هل بقي التقويم الروماني على هذا الحال؟ أكيد تغير تغير جاءت أمة أخرى وعدلت وحتى وصلنا إلى التقويم الميلادي اللي روم موجود عندنا اليوم اللي نسميه التقويم الميلادي المبني على مرطبة ميلاد المسيح عليه السلام اشتركوا في القناة